بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلاب التوجيهي 2005 معاكم الأستاذ أحمد الحسين مدرس الكيميا على منصة جو أكاديمي بخبرة 32 سنة رح نبدأ إن شاء الله مع بعض بعد أسبوعين مادة التوجيهي التوجيهي الجديد طبعة 2005 بس قبل ما نبدأ بمادة التوجيهي لابد أن يكون فيه عندنا أساس سليم الأساس السليم بمعنى أن يكون عندي المفاهيم الرئيسية اللي أنا اتحصلت عليها من الصف التاسع والعاشر والأول الثانوي المفروض تكون موجودة معاي للتوجيهي الجميل في كتاب الكيميا أنه أنا مش بحاجة لتأسيس كبير حتى أمتلك مادة التوجيهي أنا بحاجة لبعض المصطلحات البسيطة اللي بتأهني لكتاب التوجيهي بجوز هذا الكلام بينطبق على الكيميا ولا ينطبق على المواد الأخرى يعني مثلا في الرياضيات أنت ما بزبط تدخل على التوجيهي بدون ما تكون عارف عمليات الجمع والطرح والقسم والأسس والتفاضل والتكامل إلى آخره الكيميا لا بدنا شوية مفردات محدودة هاي المفردات المحدودة حتفيدني إن شاء الله لكتاب التوجيهي طبعا إنت لما بدك تروح تسافر على بلد معين بدك إيش حتى تتحاكي تحكي مع الناس اللي في الشارع لازم تمتلك مصطلحات بدك يكون عندك ثروة من المصطلحات إحنا برضو لازم يكون عندنا في الكيميا ثروة بس هي ثروة محدودة من المصطلحات اللي بتفيدني في كتاب التوجيهي من المصطلحات اللي بتمر معانا في كتاب التوجيهي مصطلح العنصر والذرة كثير من الطلاب ما بيميزوا بين كلمة عنصر وذرة بفكرهم مصطلح واحد شباب إحنا عنا وجدنا في الطبيعة وحضرنا ما يقارب من 118 عنصر موجودين في جدول اسمه الجدول الدوري تعرفوا الجدول الدوري أنتو هذا ترتيب للعناصر حسب عددها الذري قسمت العناصر إلى دورات ومجموعات اكتشفنا لغاية الآن حوالي 118 عنصر وفي بعض هاي العناصر تحضر تحضير في المختبرات يعني في بعضها عناصر موجودة في الطبيعة وعناصر أخرى تحضر تحضيرا مثل مين هاي العناصر؟ زي عندك الحديد، الألمنيوم، الأكسوجين، الكربون، البوتاسيوم، الصوديوم كل هاي عبارة عن عناصر مختلفة عن بعض مختلفة عن بعض في إيش؟ هلأ أنا بذكر لك هاي العناصر شو مكوناتها؟ كل عنصر بتألف من دقائق صغيرة اسمها ذرات إذن الذرة هي ليست عنصر الذرة هي المكون الأساسي للعناصر فعلى سبيل المثال، لو أنا عندي قطعة من الفحم الفحم عبارة عن كربون إذن العنصر الموجود داخل الفحم هو الكربون بنرموز له بالرمز سي طبعا جماعة الكينيا حطوا رموز للعناصر زي ما بتعرف رمز العنصر بتألف من حرف واحد أو حرفين إذا كان حرف واحد بكون كابتل إذا كان حرفين بكون واحد كابتل والتاني بكون سمول الأول كابتل والتاني بكون سمول فعلى سبيل المثال، في عنا عنصر اسمه الهيدروجين برموزه له بالرمز اتش في عنصر آخر اسمه هيليوم طيب الهيليوم بدايته اتش طب كيف بدي أرموز له بالرمز؟ أستخدم اتش؟ لا أبنستخدم الرمز اتش اي لحظوا معاي إذا العنصر كان مكون من حرف واحد بكون كابتل لو كان مكون من حرفين بكون واحد كابتل والتاني سمول معناته أنا لما أجي أحكي لك عندي سي او وعندي سي او شو بختلفوا هدول اتنين عن بعض؟ تحكي له أستاذ نفس الشي سي او سي او بحكي لك لا هذا هون كابتل كابتل معناته هدول رمز لعنصرين مختلفين يعني هذا المركب يتكون من كربون وأكسجين لكن هون عندي كابتل سمول معناته هذا عنصر واحد هذا عنصر الكوبلت أما هذا أول أكسيد الكربون نرجع لموضوعنا إذن احنا اكتشفنا حوالي أو صنعنا واكتشفنا حوالي 118 عنصر ووضعناها في الجدول الدوري برموز بحرف واحد أو حرفين العنصر الواحد يتألف من شغلات أو من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات إذن الذرات هي المكون الأساسي اللبن الأساسية للعنصر هاي الكربون الفحم بتألف من دقائق صغيرة تسمى الذرات طيب الذرة هل هي أصغر جزء من العنصر؟ لا الذرة فيها ثلاث مكونات شو ما هدول الثلاث مكونات؟ أشوف أنا كاتب إشي هنا؟ لا هلا بحكي لك عن المكونات الثلاثة بس قبلها خلينا نحكي ذرات العنصر هل بتتواجد بشكل مستقل ولا بتكون مربوطة هاي الذرات مع غيرها من الذرات؟ في عنا ثلث احتمالات شباب أول احتمال قد توجد على شكل ذرات مستقلة فيش بناتها روابط في بكون بناتها قوة تجاذب وين بصير هذا الكلام؟ بصير في الغازات النبيلة هل الغازات النبيلة؟ أنتو بتعرفوا اللي هو عناصر المجموعة السابعة التامنة في الجدول الدوري اللي بتشمل الهيليوم والنيون والأرغون والكريبتون والزينون عنصر الهيليوم مثلا بتألف من ذرات هاي الذرات بتكون منفصلة عن بعضها مش مرتبطة مع بعضها في بناتها قوة تجاذب ضعيف جدا نعرف ان اسمها قوة لندن اذا قد تكون ذرات العنصر مستقلة عن بعضها هذا واحد الاحتمال الثاني قد تكون ذرات العنصر الواحد على شكل جزيئات ايش يعني جزيئات؟ يعني يكونوا كل ذرتين مربطين مع بعض او كل ثلاثة مربطين مع بعض او كل مثلا أربعة مربطين مع بعض او كل تمانية مربطين مع بعض على شكل تجمعات أو جزيئات يا ثنائية الزرة أو أكثر مثال عليها الهيدروجين الهيدروجين ذراته كل ذرتين بكونوا مربطين مع بعض برابطة فبتواجد على شكل H2 هنا الهيليوم بتواجد على شكل ذرات مستقلة إذن قد تكون الذرات منفصلة عن بعضها وقد تكون متحدة مع بعضها طيب هذا جزيء بسموه ممكن يكونوا ثلاث ذرات مربطين مع بعض نعم زي مثلا في حالة الأوزون الأوزون اللي هو شكل من أشكال الأكسوجين الأكسوجين O2 كل ذرتين مربطين مع بعض لكن في عنا نوع آخر من الأكسوجين اللي هو O3 أوزون هذا بكون كل ثلاث ذرات مربطين مع بعض الفسفور بكون كل أربع ذرات مربطين مع بعض فبنزوله بالرمز P4 الكبريت كل ثمان ذرات بكونوا مربطين مع بعض فبنكتب على شكل S8 آخر حالة شباب ممكن تكون ذرات العنصر على شكل تجمعات ضخمة مش ذرتين وأربعة وثلاثة وخمسة وستة تجمعات ضخمة زي مين؟ زي ذرات الذهاب اللي هو برمزوله بالرمز A-U إذن العنصر يتألف من ذرات هذه الذرات قد تكون ذرات مستقلة زي الغازة النبيلة قد تكون على شكل جزيئات ثنائية الذرة أو ثلاثية أو رباعية أو ثمانية وفي سداسية كمان عندنا وقد تكون على شكل تجمعات زي ما بيصير في عندي في حالة الفلزات طيب اعرفنا أن العنصر يتألف من ذرات طيب الذرة نفسها شو مكوناتها؟ الذرة تتألف من ثلاث دقائق اللي همه نواة تحتوي على أولا بروتونات هاي أول دقيقة شحنتها موجبة وتحتوي أيضا على نيوترونات متعادلة الشحنة إذن كل ذرة عنصر ذرة الصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والهيدروجين والهيليوم إلى آخره تتألف من ذرات الذرة في جواتها نواة والنواة بتكون في مركز الذرة والنواة بتحتوي على مكونين بروتونات موجبة الشحنة والنيوترونات متعادلة الشحنة النيوترونات من اسمها نيوترال متعادلة الشحنة يدور حول النواة مجموعة من الإلكترونات تدور في مدارات مختلفة في مدار أول مدار ثاني مدار ثالث وهكذا وكل مدار زي ما بتعرفوا له سعة فكنا نعبيه هاي المدارات لما كنا نعمل التوزيع الإلكتروني الإلكترونات هذا المكون التالت للذرة بكون سالب الشحنة وتدور في مدارات حول النواء وهي المدارات سعتها محددة المدار الأول سعته 2 إلكترون المدار الثاني سعته 8 بعدين 18 وهكذا تعلمنا هالكلام بالصف العاشر بس هذا الكلام ما بلزمني كتير في التوجيه أنا بهمني أعرف أنه فيه بروتون ونيترون موجودين داخل النواء وإلكترونات تدور حول النواء هاي شكل الذرة رسم لك إيا أنا طبعا مش خط إيدي هذا رسمه من النت عندي نواء تتألت من بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة وفيه إلكترونات تدور حول النواء بهمني أنك تعرف الإلكترونات اللي موجودة في المدار الأخير اسمها إلكترونات التكافؤ ما معنى كلمة إلكترونات التكافؤ؟ هاي إلكترونات اللي بتكون موجودة في المدار الأخير هاي أهم أنواع الإلكترونات في الذرة طب ليش يا أستاذي هي أهم أنواع الإلكترونات؟ لأنها هي المسؤولة عن التفاعلات الكيميائية هلأ أنا لما أجي أفاعل ذرتين مع بعض الإلكترونات الموجودة في المدارات الداخلية متتتفاعل اللي بتتفاعل فقط الإلكترونات في المدار الخارجي هاي الإلكترونات هي المسؤولة عن فقد الذرة الإلكترونات أو كسب الإلكترونات أو المشاركة بالإلكترونات فقط بهمنا إحنا إلكترونات التكافؤ اللي بسموها إذن كل ذرة تتألف من نواة بروتونات ونيوترونات تدور حولها إلكترونات سالبة الشحنة طيب هلأ ذرة عنصر الهيليوم مثلاً بإيش بتختلف عن ذرة عنصر النيون؟ بيختلف عن بعض شباب في مكوّر رئيس اللي هو البروتونات يستحيل تجد نواة ذرتين مختلفتين لهم نفس عدد البروتونات مستحيل كل ذرة لها عدد محدد من البروتونات يختلف عن الذرات الأخرى يعني مثلاً الهيدروجين فيه جواته بروتون واحد في المقابل فيه حوالين نواة إلكترون واحد بروتون واحد موجب وإلكترون واحد سالب عشان تطلع الذرة متعادلة الشحنة الهيليوم فيه اثنين بروتون طيب يختلف عن الهيدروجين هذا بروتون هذا اثنين بروتون الهيليوم فيه اثنين بروتون موجب بيقابله اثنين إلكترون سالب عشان الذرة تكون متعادلة إذن الذرات بالوضع الطبيعي هي متعادلة لا هي موجبة ولا هي سالبة عدد البروتونات دائماً يساوي عدد الإلكترونات عشان تكون الذرة متعادلة لكن لما بتتحول لآيون بختل التوازن الكهربائي هلأ بحكيه لك كيف بتحول الذرة إلى آيون طيب إذا الذرات بتختلف عن بعضها في عدد البروتونات كيف ممكن أعبر عن اختلاف الذرات عن بعضها؟ طلعونا جماعة الكيميومس مصطلح العدد الذري العدد الذري يا شباب للذرة بيمثل لعدد البروتونات الموجودة داخل النواء اي ذرة متعادلة بكون عدد بروتوناتها يساوي عدد الإلكتروناتها هذا ما تكون متعادلة فعلى سبيل المثال أنا عندي ذرة الصوديوم ارجع للجدول الدوري ستجد أنه العدد الذري للصوديوم 11 بمعنى أنه عدد البروتونات فيه 11 بروتون وعدد الإلكترونات 11 إلكترون سالب عشان تكون الذرة متعادلة كهربائيا عدد البروتونات الموجبة يساوي الإلكترونات السالبة اختلاف الذرات ذرات العناصر عن بعضها بيجي في العدد الذري الصوديوم 11 العدد الذري معناته عنده 11 بروتون لو عرفت أنه اليورانيوم عدد الذري 92 معناته نواته تحتوي على 92 بروتون ويحيط بالنوى مدارات فيها 92 إلكترون لو كانت ذرة اليورانيوم متعادلة طيب فيه رقم آخر بيكون مع العنصر في الجدول الدوري بيسموه هذا العدد الكتلي العدد الكتلي يمثل مجموع البروتونات زائد النيوترونات البروتون زائد النيوترونات طيب هدول وين موجودين؟ موجودين داخل النواة يعني بمعنى أنه العدد الكتلي يتعلق بمكونات النواة عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات طيب أنا لو عطيتك ذرة زي الصوديوم حكيت لك عمي طليع لي عدد النيوترونات بحكي لك بسيطة بطرح العدد الكتلي 23 ناقص العدد ذري ما هو العدد الذري بمثل عدد البروتونات لو طلحت 23 ناقص 11 بيضل 12 معناته ذرة الصوديوم تحتوي على 12 النيوترون متعادل هيك بنطلع إحنا عدد الالكترونات والبروتونات والنيوترونات أعطيك سؤال من عندي لو أنا اقترحت عليك أنك عندك ذرة زي البوتاسيوم وحكيت لك أنه العدد الذري هاي العدد الذري 19 والعدد الكتلي 40 وسألتك يا صديق العزيز إذا كان ذرة البوتاسيوم متعادلة كم عدد بروتوناتها؟ نفس العدد الذري إذن عدد البروتونات 19 بروتون موجب طب كم عدد الالكترونات يا أستاذي؟ نفس العدد الذري 19 إلكترون سالب طب كم عدد النيوترونات؟ بطرح 40 ناقص 19 بيضلع عند الجواب 21 نيوترون متعادل طبعا الزرة الوحدة ممكن أجد ذرة العنصر الواحد لها أكتر من هيئة ذرتين عنصر بيختلفوا عن بعض في العدد الكتلي إذا اختلفوا عن بعض في العدد الكتلي بيسموه هاي النظائر نظائر العنصر يعني البوتاسيوم له أكتر من نظير منهم أن يكون البوتاسيوم 19-40 وفي بوتاسيوم عندي 19-39 طب إيش بيختلف هذا عن هذا؟ الثنين نفس عدد البروتونات 19-19 والثنين نفس عدد الإلكترونات 19-19 لكن بيختلفوا عن بعض في عدد النيوترونات هذا النيوتروناتو 21 بينما هذا عدد النيوتروناتو بيطلع 20 نيوترون متعادل النظائر ما بتهمني أنا في كتاب الكيميا التوجيهي بتهمني بالفيزياء بالفيزياء رح تأخذ كيمياء أو فيزياء النواة فيزياء النواة بتكلموا عن النظائر النظائر هي عنصر واحد إلو هيئتين بيختلفوا عن بعض فقط في العدد الكتلي جميل جدا نرجع لموضوعنا الملف تابعنا هون حاطل لك عن مفهوم الأيون الطلاب ما بميزوا عادة بين ذرة وأيون شو يعني يا أيون يا أستاذ أي ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة موجبة أو سالبة بغض النظر عن الرقم موجب واحد موجب اثنين موجب ثلاث سالبة واحد سالبة اثنين سالبة ثلاث ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة موجبة أو سالبة بسمها أيون إذن يطلق على الذرة أو مجموعة الذرات اللي بتحمل شحنة موجبة أو سالبة مصطلح إيش؟ الآيون زي مين مثلا الآيون لو جينا أخذنا صوديوم موجب هذا اسمه آيون صوديوم موجب هذا آيون كلور سالب آيون كبريت سالب طب هل يقتصر الآيون على الذرات؟ لا ممكن يكون عندي مجموعة ذرات تحمل شحنة سالبة أو موجبة زي هاي هاي اسمها مجموعة الكبريتات شحنتها كلها سالب تنين هاي مجموعة الأمونيوم شحنتها كلها موجب واحد إذن السالب تنين هاي شحنة المجموعة كاملة الموجب واحد شحنة المجموعة كاملة هذا اسمه آيون موجب هذا آيون سالب آيون سالب مجموعة الذرات إذا حملت شحنة موجبة أو سالبة بسموها مجموعة آيونية أو تسمم آيونات عديدة الذرات أخذتوا الآيونات عديدة الذرات وطلب الأستاذ أو المس عندكم بالمدرسة تحفظوا بعضها أهمها عندي المجموعات الآيونية أو المجموعات عديدة الذرات الآتية الأقود السالب هذا آيون اسمه آيون الهيدروكسيد أيون الهيدروكسيد بتصرف في تفاعلاته كأنه ذرة واحدة يعني بدخل في التفاعل OH بيطلع OH فعشان هيك بيسموها أيونات عديدة الذرات بتتصرف كأنها ذرة واحدة مجموعة النترات NO3 سالب واحد مجموعة الكيبريتات SO4 سالب اثنين الكربونات CO3 سالب اثنين الفوسفات PO4 سالب ثلاثة ومجموعة الأمونيوم موجب واحد هاي أهم المجموعات الذرية أو بيسموها الأيونات عديدة الذرات ايش هاي الأيونات عديدة الذرات قلت لك هاي مجموعة من الذرات بتتصرف في التفاعل كأنها ذرة واحدة فعلى سبيل المثال لو جيت أعطيتك أنا تفاعل COSO4 اتفاعل مع الخارصين بيعطيني بتتذكروا معاي في نوع من التفاعلات اسمه إحلال أحادي الخارصين بطرد النحاس بيعطيني زدءا SO4 زائد CO انتم ملاحظين معاي يا شباب في هذا التفاعل انه دخلت الكيبريتات على شكل SO4 وخرجت على شكل SO4 فاتصرفت كأنها ذرة واحدة هاي بيسموها مجموعة أيونية أو أيون عديد الذرات الله يرضى عليك تحفظ لي هدول الصيغ وتحفظ لي الشحنة تاعة المجموعة الآيونية فكرة أخرى بدأ ناقشها أنا وياك كيف بتكون الأيون؟ أنا عندي ذرة إيمتاً الذرة بتكون أيون سالب وإيمتاً بتكون أيون موجب أنا بدي أحاول أفهمك إياها تفهيم بإحنا طول عمرنا اللي معلمين بيحكونا الذرة إذا فقدت الإلكترون بتصير أيون سالب إذا كتسبت إلكترون بتصير أيون موجب صدقاً يا شباب أنا بمر عليه الطلاب من التوجيهة بحكي لهم طب ليش الذرة لما تفقد إلكترون بتصير سالب?? مش المفروض موجب تكون..? لما تآسف لما تفقد بتصير موجب مش المفروض تطلع سالب تفقد مهي فقط لما تكسب إلكترون بيصير سالب طب ليش خلينا حاول أفهمك يا تفهيم أنا بحب أنا ميال دايما مع طلاب توجيهي ما بحفظه مادة أنا بحاول أفهمه يا تفهيم الفهم أفضل من الحفظ لأنه الفهم أثبت للطالب من الحفظ لكن قد نضطر أحيانا أنه نعطي معلومة للطالب نحكي له إحفظها على علاتها تمام بس نحاول قدر الإمكان إنه نفهم نستوعب شوفوا يا شباب لو أنا عندي ذرة وفقدت هاي الذرة إلكترونا أو أكتر بتصير أيون موجب لو الذرة اكتسبت إلكترونا أو أكتر بتصير أيون سالبا طب ليش خلينا نأخذ مثلا ذرة زي ذرة الأكسجين ذرة الأكسجين شباب بتحتوي على 8 بروتونات موجبة هذا العمود بيمثلي البروتونات الموجبة بقابلها في المدارات 8 إلكترونات سالبة 8 بتمنية فعشان هيك ذرة الأكسجين بتكون متعادلة عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات تعالي نتطلع مجموع الإلكترونات سالب 8 مجموع البروتونات موجبة 8 سالب 8 وموجبة 8 بيطلع صفر إذن ذرة الأكسجين هنا ما عليها شحنة طب شو بصير يا شباب لو مسكنا ذرة الأكسجين وأضفنا عليها إلكترون سالب أضفنا عليها إلكترون سالب إلكترون بضيفه أنا في المدارات ما بضيفه في النواة إذن عدد البروتونات هيضله 8 بروتون موجب بس عدد الإلكترونات هيصير 9 إلكترون سالب 9 إلكترون سالب وتمني بروتون موجب اجمعهم مع بعض بيطلع سالب 1 عشان هيك الذرة لما بتكسب إلكترون ذرة الأكسجين بيصير O سالب 1 إذن إيش يعني سالب 1 سالب 1 يعني اكتسبة إلكترون سالب فيما هاي اكتسبة إلكترون سالب طب نعمل بالعكس الآن افرط ذرة الأكسجين اكتسبة فقدت إلكترون أصلا كان عندها إيش كان عندها تمانية بروتون فقدت إلكترون صار سبعة إلكترون أنا غلطان هاي لما عدلت ما ظب ناسي أعدلها من هون هاي سبعة إلكترون و تمانية بروتون أنا ما لعبت في عدد البروتونات لعبت في مين في عدد الالكترونات ملاحظين معاي أنه عدد البروتونات الموجبة أكتر من السالبة إجمع هدول الرقمين مع بعض بطلع موجب واحد. إذن الأكسوجين لما يفقد إلكترون سالب بصير عدد البروتونات أكثر من الإلكترونات بمقدار واحد. فبصير الأكسوجين هون موجب واحد. حاولت فهمك أنا شو يعني الآيون السالب؟ شو يعني الآيون الموجب؟ ما استوعبت الكلام اللي حكيته؟ بإمكانك تحفظ تحكي أنه الذرة لما بتكسب إلكترون سالب بصير سالبة. بتكسب إلكترونات سالبة بصير سالبة. الذرة لما بتفقد إلكترونات سالبة بصير عدد البروتونات أكثر من الإلكترونات فبصير آيون موجب. هاي معنى الآيون الموجب والآيون السالب للذرات. طيب في مصطلحين آخرين برضو الطلاب ما بيميزوا مناتهم المركب والجزيء. ومع الأسف حتى كتبنا العربية مناهجنا العربية ما بتميز بين المركب والجزيء. شوفوا يا شباب. لما أربط ذرتين أو أكثر مع بعض برابطة كيميائية بتكون إشيء اسمه مركب. لما أربط ذرتين مختلفتين أو أكثر بيعطيني مركب. لازم يكون مختلفتين بيعطيني مركب. فعلى سبيل المثال لو أجيت ربط ذرة صوديوم بذرة كلور. حيتكون عندي مركب اللوكلوريد الصوديوم. هذا مركب آيوني. الرابطة اللي بتنشأ بناتهم رابطة آيونية. راح أدردش معاك كمان شويش يعني رابطة آيونية. كلوريد الصوديوم بتواجد على شكل بلورات. وهي البلورة مكعبية الشكل. شكلها مكعبي. يجب أن نستخدم هذا الكلام في علوم الأرض. لو مسكنا بلورة لو مسكنا منح الطعام كلوريد الصوديوم أخذنا منه جزء صغير اللي هو البلورة. وتطلعنا عليها بميكروسكوب راح نلاحظ إنها مكونة من بلورات مكعبية الشكل. إذن كلوريد الصوديوم أصغر وحدة في بلورة كلوريد الصوديوم. بنسميه هذا مركب لأنه نشأ من ارتباط ذرتين مختلفتين أو أكثر برابطة كيميائية لتحديدا رابطة آيونية. طيب ماذا عن الجزيء؟ لو ربطنا ذرة أكسجين بذرة هيدروجين أو بذرتين هيدروجين بعطيني برضو مركب. هذا المركب شو هو؟ المي. المي عبارة عن أكسجين مربوط بذرتين هيدروجين. طيب شنوع الرابطة اللي بتربط بين ال-H وال-O؟ هاي رابطة تساهمية. لما بربط شباب لافلز مع لافلز الرابطة بتكون تساهمية. المركب اللي يطلع معاه بيسموه جزيء ماء. جزيء ماء. طب أنا سميته مركب وسميته جزيء. شوف بدأ أفك لك الآن الاشتباك. ارجع خطوة لورا. لما بنربط الصوديوم مع الكلور برابطة آيونية بعطيني مركب. هذا المركب شو أبسط وحدة فيه؟ بلورة. إذن في المركبات الآيونية ما بسميه جزيء. لأنه أبسط وحدة أصغر جزء في المركب الآيوني البلورة. فلا يجوز إطلاق مصطلح الجزيء عليه. إنت بطلق مصطلح الجزيء عليه. لما ترتب الذرات مع بعضها من ضمن اللافل الزات. وتكون الرابطة الساهمية مش آيونية زي اللي قبله. هذا اسمه مركب. وفي نفس الوقت اسمه جزيء. ليش سميناها جزيء؟ لأنه أبسط وحدة في الماء. يعني لو تخيلنا أنه عندي سطل في يومي. وظلتني أجزء فيه أصغر وحدة فيه. حتطلع جزيء الماء اللي هو H2O. فهذا بسموه مركب جزيئي. إذن في مواد بسموها مركبات. وفي مواد بسموها مركبات جزيئية. أو جزيئات. إنت بسميه مركب وبسكت لما تكون الرابطة أيونية. إنت بسموه مركب جزيئي أو جزيئات لما تكون الرابطة تساهمية. يعني يا حبايبي أنا لما أعطيك مركب أيوني لا يجوز أن تطلق عليه جزيء. يعني الكيسي قال على سبيل المثال. أنا ربطت هنا فلز مع لا فلز. هذه الرابطة أيونية. هذا اسمه مركب. لا يجوز إطلاق مصطلح الجزيء عليه. إنت بسميه جزيء فقط لما تكون في المركب. الرابطة مالها تساهمية. ورد معي في كتاب الأول ثانية وكتير مصطلح مركب جزيئي. خلاص إحفظ لي الآن. مركب جزيئي هذا مركب يتألف من ذرتين أو أكثر. مربطين مع بعض برابطة تساهمية. لازم تكون رابطة تساهمية. إذا كانت الرابطة الآيونية لا يجوز إطلاق مصطلح مركب جزيئ عليه. بسميه فقط مركب. أنا عشان هيك بحكي لك هذا المصطلح مربك حتى في المناهج العربية. أنا عندي خبرة طويلة في تدريس المناهج العربية وحوسبتها. وجدت أنه في كتب عربية تخلط بين كلمة مركب وجزيئ. كتابنا لا فاكين الاشتباك بين اثنين. بس الطالب ما بنتبه أنه في فرق بين المصطلحين. ننتقل إلى فكرة أخرى بدي أحكي لك ياهلي أنواع العناصر. احنا اتفقنا مع بعض أنه في عندي أكثر من 118 عنصر مختلف عن بعضها البعض. بيختلفوا عن بعض في ذراتها تتألف من بروتونات مختلفة. العناصر الشباب احنا بنصنفها إلى ثلاث أقسام. العناصر قد تكون فلزات أو لا فلزات أو أشباه فلزات. طب شية الفلزات يا أستاذ. جماعة الكيمي الله يرضى عليهم. اكتشفوا أنه في بعض العناصر في بناتها صفات مشتركة. اللي هي. أولا تلمع. زي الدهب. الدهب بلمع. زي نحاس لما يكون سطحه جديد بيكون بلمع. الفضة تلمع. البلاتين تلمع. فصلفوا هاي العناصر من ضمن الفلزات. إذا الفلزات يجب أن تكون سطوحها الحديثة لامعة. بس لازم تكون لامعة؟ لا. لازم تكون موصلة جيدة للحرارة والكهرباء. توصل الحرارة والكهرباء. ثلاثة. لازم تكون قابلة للطرق والسحب. كتير بنسمع هيك المصطلح للطلاب يحكونا. الفلزات قابلة للطرق والسحب بعيدوها زي الببغوات. طيب شو يعني طرق وسحب؟ قابلة للطرق معناته ممكن تطرقها بالشاكوش وتحولها لصفيحة. طيب السحب ممكن تعمل منها أسلاك. هاي معنى الطرق والسحب. يعني الطرق صفائح والسحب إلى أسلاك. إنحاس ممكن تعمل منه سلك؟ اه إذن هو فلز. الخارصين ممكن تعمل منه صفيحة؟ نعم إذن الخارصين والنحاس عبارة عن فلزات. الحديد بوصل الكهرباء؟ نعم بوصل الكهرباء إذن هو فلز. جرب بالبيت حط مصمار في بريز الكهرباء. بتكهرب ولا لا؟ طبعا هذا بحكي أنا الكلام مش تروح تسويه بالبيت. الحديد طالما بكهربك لو حطيته في البريز. معناته ينتمي إلى الفلزات. غيره أيونات الفلزات بالعادة بتكون موجبة الشحنة. مش بالعادة هي دائما بتكون موجبة الشحنة. ليش؟ لأنها دائما تميل لفقد الإلكترونات. إذا فقدت إلكترونات سالبة بصير لبروتونات أعلى. فبصير موجبة. إذن أيونات الفلزات دائما خاوة لازم تكون موجبة في مركباتها. أخيرا جميعها صلبة. جميعها صلبة. طالما أنا بحكي لك قابل الطرق والسحب. هل يعقل نكون قابل الطرق والسحب وهو سائل؟ أو هو غاز؟ معناته يجب أن تكون جميعها صلبة باستثناء الزئبق. الزئبق فلز. بلمع. بوصل الكهرباء. بس مش قابل الطرق والسحب لأنه سائل. وأيوناته طبعا بدأ تكون موجبة الشحنة. طب ليس صنفناه من ضمن الفلزات؟ في أربع صفات مشتركة بينه وبين الفلزات. إنه بلمع ووصل الكهرباء. وأيوناته موجبة. ثلاث صفات مش أربعة. لكن بختلف عن الفلزات في إنه سائل وليس صلب. لكن لو اطلعت على كثافته. بتلاحظ إنه كثافته حوالي تلتعاش وتسعة بالعشرة أتذكر. يعني كثافته أعلى من كثافة الفلزات نفسها. أعلى العناصر كثافة اللي هو الزئبق. لدرجة إنك لو رح نزلت على المختبر. وجبت أنبوب صغير فيه كمية زئبق. وجيت حاولت تحمله بتلاحظ إنه وزنه ثقيل. ثقيل جدا الزئبق. لأنه كثافته عالية جدا. لاحظ أنا لما بجيب مكعب من الثلج. واحد سنتيمتر مكعب حجمه. وجبت مكعب من الزئبق. تمام؟ واحد سنتيمتر مكعب. إذا هذا بكون وزنه واحد جرام. بيطلع هذا وزنه تلتعاش وتسعة. أنا لا أذكر بالضبط كثافة الزئبق. هو تلتعاش وتسعة تلتعاش وتمانية أو تلتعاش واثنين جرام. يعني لاحظ معي تقريبا كثافة الزئبق أكتر بطلتعاش أو أربعتاشر مرة من كثافة المي. إذا كل أربعتاش أو تلتعاش كيلو جرام من الزئبق تعادل واحد كيلو جرام من الماء. هدول الصفات مشتركة في كل الفلزات. أي عنصر بتنطبق عليه هاي الخصائص بسموه فلز. طيب لا فلزات. اللافلزات شباب هاي عناصر صفاتها معاكسة للفلزات. أولا غير لامعة تلمعش. زي الكبريت مثلا زي الهيدروجين زي الأكسوجين بالمعوش هدول. اتنين غير موصل التيار الكهربائي والحرارة. وإن وصلت الحرارة بكون إيصالية الحرارة ضعيف جدا. توجد في الحالة الغازية أو السائلة أو الصلبة. معظمها غازات القليل منها سوائل. وفي عندي حالات خاصة زي اليود بتكون صلبة. بس لو كانت صلبة ما بتكون قابلة للطرق والسحب. بتكون هشة. تمتاز بأنها هشة. وهاي المفروض أخذتها بمادة الأول ثانوي في الحالة الصلبة. أيوناتها على الأغلب سالبة الشحنة. ليش؟ لأنها بالعادة تميل لكسب الإلكترونات. إذن أخذنا نوعين من العناصر فلزات ولا فلزات. صفاتهم متضادين. مختلفين عن بعض الفلزات عن اللا فلزات. طب لسه في نوع ثالث. شوه يا أستاذي؟ في عناصر اسمها أشباه الفلزات. أشباه الفلزات هاي عناصر موجودة في الجدول الدوري بشكل قطري. لاحظوا معاين اللي باللون البنفسجي. تقع هاي أشباه الفلزات بين الفلزات واللا فلزات. زمان قبل الأربعة وتسعين كنا ندرس الطلاب. كانوا الفلزات مصنفية عن عناصر المجموعة الرابعة. وكانوا يحكونا اللي بعدها على اليمين فلزات واللي على الشمال لا فلزات. كانت مذكورة في الكتاب هاي. وجدوا أن هذا التصنيف فيه خطأ. اكتشفوا أنه أشباه الفلزات مش بالمجموعة الرابعة. هاي جاي بشكل أفقي. جاي بشكل قطري في الجدول الدوري. طب لو سألتك سؤال. مين أكثر العناصر انتشارا في الجدول الدوري. الفلزات ولا لا فلزات ولا أشباه الفلزات. لاحظ معاين اللون الأزرق طاغي على الجدول الدوري. إذن معظم الجدول الدوري فلزات. العدد الأقل لا فلزات اللي بتشمل يمين الجدول الدوري وأعلى إضافة للهيدروجين. الهيدروجين هو ينتمي إلى اللا فلزات. هو الأصل يكون الهيدروجين مع هدول. بس لأنه عدد إلكترونات التكافؤ فيه زي الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم حطوه من ضمن عناصر المجموعة الأولى. تعرف أن العلمدان هاي اسمها المجموعات. صنفوا العناصر في مجموعة واحدة اعتمادا على عدد إكترونات التكافؤ. عدد إكترونات التكافؤ في الهيدروجين والليثيوم والصوديوم كله واحد. أما أشباه الفلزات جاي بشكل قطري في الجدول الدوري. وتفصل بين اللا فلزات والفلزات. وعددها أقل من اللا فلزات والفلزات. طيب جميل جدا. هناك طريقة مفيدة أني أميز الفلز عن اللا فلز. ماهي شي يا أستاذ؟ جماعة الكيميا لما صار عدد العناصر المكتشفة كبير. حكوا شو رأيكو نحط مقطع للعنصر لما يكون فلز؟ ومقطع للعنصر لما يكون لا فلز؟ شو هذا المقطع؟ حكوا نضيف المقطع يوم. بس هذا الكلام حديث. يعني اكتشفنا عنصر جديد. نيجي نتطلع على مثلا العنصر الهاد. اليوم. هذا اسمه يورانيوم. يوم. لحظوا شو نهيت اسمه؟ يوم. اتفقوا مع بعض أن العنصر المكتشف حديثا. إذا كان من ضمن الفلزات يضيفونه المقطع يوم. زي مثلا. ليث يوم. صود يوم. بوتاس يوم. ربيد يوم. سيز يوم. فرانس يوم. راديوم. بريليوم. سترونش يوم. كالسيوم. مجنيس يوم. بريليوم. ألمين يوم. جال يوم. وهكذا. طب تحكي لي يا أستاذ هاي عامة يعني؟ الفلزات المكتشفة قديما. إحنا خلاص تعودنا على اسمها. يعني زي ما أنت في البيت مثلا. أذكر مرة من المرات شاركت في الإحصاء السكاني بالـ 94. دخلت على عائلة. ماسك دفتر العائلة بحكي لهم. بسمي أسماء الأولاد والبنات اللي في العائلة. بحكي لهم مريم شو سنها. كم عمرها. الأب استغرب بحكي لي أنا ما عندي بنت اسمها مريم. الدارك نفسه على طول بعد ثواني بحكي لي آه آه ذكرت خديجة. شوف الشهد. يعني هذا الحكي قديم بالـ 94. يعني الناس كانت على البساطة. البنت مسجل باسم مريم. لكن متعودين يسموها إيش؟ خديجة. خلاص. مريم انتسل اسم. صار يسمى إيش خديجة. عنا بالكيمة نفس الكلام. فيه فلزات مكتشفة من زمان. وبعضها مكتشف إلو 4000 سنة. زي مثل الحديد. فإيه. طب الحديد فلز. والدليل أنه بوصل الكهرباء. طب تعال اقنع جماعة الكيميا أنه غيروا اسمه. من حديد إلى فيرميوم. هم طبعا الأجانب غيروا اسمه. أضافوا المقطع يوم. بس خلاص صدنا متعودين على اسم حديد. طب أنا كيف بدي أميز أنه هذا فلز ولا لا فلز؟ فيه تسع عناصر في الجدول الدوري مكتشفة من زمان. ما أضاف إنها المقطع يوم. بس أنا بعرف أنه فلزات من خصائصها. يعني مثلا إنحاس ما فيه آخر يوم. بس أنا بعرف أنه بالمع. خلاص فلز. النيكل ما آخر يوم. بس النيكل بالمع. نستخدمه اللي بيسموه هذا بالعامية النيكل. الشباب بيعرفوا هذا الكلام لما الجنطات تاعت السيارة. نعمل لها تنجيل. بيسموها تنجيل يعني أنك تضيف عليها. أو تستعمل التحليل الكهربائي حتى تطليها بطبقة من النيكل. ما فيه آخر يوم. بس النيكل بالمع. لو أخذنا الخارصين اللي هو الزينك التنك. تنكة الزيت تلمع. وبتوصل الكهرباء قابل الطرق والسحب. إذن هي بتكون من ضمن الفلزات. طب إلا فلزات شو المقطع ليضافوه؟ أضافوه المقطع ياءون يائين. ياءون يائين. زي مثلا عندك كربون. نيتروجين. أكسوجين. فلورين. كلورين. برومين. أيودين. وهكذا. بس فيه شغلة دحكي لك يا هي من باب الدعابة يعني. فيه عنصر اكتشفوه. أضافوه المقطع يوم. بس هو مش فلز. مين هذا العنصر؟ الهيليوم. طلع اسمه. هيل يوم. طب هي آخر يوم. معناته المفروض يكون من ضمن مين؟ الفلزات. طب ليش ضافوه المقطع يوم؟ جماعة الكيمي أحيانا بيغلطوا. غلطوا في تسمية الهيليوم. ليش غلطوا؟ الهيليوم شباب هذا العنصر الوحيد. اللي اكتشف خارج الكرة الأرضية. مش معناه الكلام انه مش موجود على الأرض. موجود في الهواء الجوي الهيليوم. بس أول ما اكتشفوه وين؟ اكتشفوه بالشمس. حدا منا طلع الشمس؟ انا شخصيا مطلعتش. ولا حدا منا طلع ولا واحد من العلماء. ولا في مركبة فضائية طلعت للشمس. لما حللنا طيف الشمس. احنا اخذنا بالأول ثانوي. الطيف المتصل والمنفصل. لما حللنا طيف الشمس قبل حوالي مئة سنة. اكتشفوا طيف خطي لعنصر مجهول. مش موجود على الكرة الأرضية. فحكوا اه اكيد هذا العنصر جديد. زمان كانوا يعتقدوا انه الشمس عبارة عن كرة صلبة. يعني لو تيجي تحكي هلا لسيدك لو كان عمره تمانين سنة ولا تسعين سنة. تيجي تحكي له يا سيدو. الشمس عبارة عن كرة غازية. يحكي لك انت بتتهبل انت. الشمس كرة غازية مستحيل. الشمس كرة صلبة. هي كان الاعتقاد السائد زمان. فكانوا يعتقدوا الكيميائيين زمان ان الشمس عبارة عن كرة صلبة. فحكوا فيه عنصر جديد اكتشفنا فيه. اكيد صلب. اكيد من تكون من ضمن الفلزات. فسموه العنصر المختبئ. قال هي اليوم هي اختصار لكلمة مختبئ. مخبة. اعتقدوا انه فلز اضافوا للمقطع يوم. تحكي لي يا أستاذ كلامك مردود عليك. طيب بعد شوي اكتشفنا على الارض. واكتشفنا انه غاز. يعني لا فلز. طب ليش ما غيرنا اسمه؟ المفروض نغير اسمه. المفروض نسميه هيليون او هيليين. طب ليش ما غيرنا؟ لانه خلص يا عم تعودنا. خلص تعودنا اسمه هيليوم. ليش نغيره؟ خلنا زي ما هو. اذا الفلزات عادة يضاف لها المقطع يوم. اللا فلزات اون او اين. باستثناء الهيليوم اضافوه المقطع يوم بالخطأ. وظل الاسم على حاله. هاي طريقة اخرى تمييز الفلزات عن اللا فلزات. اذا طريقة الاولى. الفلزات تقع على يسار الجدول الدوري. اللا فلزات على يمين وفي الاعلى. اشباه الفلزات بشكل قطري. هذا واحد. اثنين. ممكن اعرف الفلزات من اللا فلزات من خصائصها. فلزات بتلمع. قابل الطرق والسحب. صلبة. موصل الجيد الحراء والكهرباء. ايوناتها بالعادي بتكون موجبة الشحنة. اللا فلزات صفاتها معاكسي لها. طب ما حكينا عن اشباه الفلزات. شو صفاتها؟ اشباه الفلزات هي بتاخد صفات. شوي من الفلزات و شوي من اللا فلزات. يعني ممكن تلاقي مثلا شبه فلز. بوصل الكهرباء. بس مش صلب. يعني ما اخذ هنا صفات. من هنا صفات تسموها هاي اشباه الفلزات. طب استاذنا الحبيب. فيه طريقة اخرى اني اميز الفلز عن اللا فلز؟ اه فيه طريقة ممكن تساعدني للتوجيه. هاي انا بعطيها للطلاب التوجيه في وحدة التأكسد والاختزال. انا لما اكتب صيغة فلز بكتب على شكل ذرة. اما اللا فلز يكتب على شكل جزي معد الغازات النبيلة. اللي احنا كنا حافظينها كنا نستخدمها العام في كتابة التوزيع الالكتروني. يعني مثلا الصوديوم لما بدأ اكتب معادلة تفاعل الصوديوم مع الكلور. فبحكي NA زائد CL2. لاحظوا معي شغلة. الصوديوم ما كتب جنبه ارقام. الفلزات لا توجد على شكل جزيئات. توجد على شكل تجمعات من الذرات. حكيت لك هذا الكلام من الشوي. فعشان هيك بنعبر عنها برمز بدون ارقام جنبه. بينما الكلور هذا جزيء ثناء الذرة. طالما جزيء معناته هذا الرابط التساهميه هون عندي. معناته بيكون لافلز. اذا الفلزات تكتب على شكل ذرة. اللافلز يكتب على شكل جزيء. يعني انا ما عمري شفت في الدنيا سي الهكحاف. انا بشوف سي ال 2. بشوف F2 O2 N2 S8 P4 BR2 I2. اللافلزات تكتب على شكل جزيء. الحديد مثلا. لما اكتب معادلة الحديد مع الاكسوجين لتكوين اكسيد الحديد. اللي هو مين؟ الصدر. طلع الحديد ما كتب جنبه ارقام. فلز. الاكسوجين جنبه رقم. معناته هذا جزيء. معناته بيكون لافلز. طبعا الغازات النبيلة ما بتدخل فيه تفاعلات. بس هي بتكتب على شكل ذرات. طبعا هاي القاعدة في لها استثناءات. بس بتخدمني كتير في مادة التوجيه بإذن الله في السنة القادمة. راجعت معاك مصطلح انا الفلزات ولا فلزات. طيب. مصطلحات اخرى بتنزمنا احنا للتوجيه. هاي الكلامة انا كاتب لك اياهون. وبس اجهز الملف ان شاء الله برفع لك اياه مع دورة التأسيس. الروابط الكيميائية. شباب لما ترتب الزرتين مع بعض. قوة تجاذب اللي بتنشأ بين الزرتين. اسمها الرابطة الكيميائية. فالرابطة الكيميائية قوة تجاذب تنشأ بين ذرتين او اكتر. عن طريق اما فقد الالكترونات او كسب الالكترونات او المشاركة بها. هذه الرابطة الكيميائية. إذا الرابطة الكيميائية. ليست حبلا يربط بين ذرتين. لا اطلاقا. هي قوة تجاذب بتربط بين ذرتين او اكتر. طيب شو انواع الروابط الكيميائي اللى نمر معانا في سنوات سابقة؟ مر معانا شباب ثلاث انواع من الروابط الكيميائيه. في عندنا رابطة اسمها ايونيه. هي بتنشأ بين فلز ولا فلز. لما بتربط فلز مع لا فلز الرابطة بكون ايونيه. أو لما بتربط بين أيون موجب مع أيون سالب الرابطة أيونية والمركب الناتج لما تكون الرابطة أيوني اسمه مركب أيوني في نوع تاني من الرابط اسمه الرابط التساهمية زمان كنا نسميها رابطة مشتركة شلوها من كتاب التوجيهي والأول الثانوي سموها بس تساهمية الرابطة الساهمية بتنشأ بين لافلز مع لافلز ويطلق على المركب الناتج مركب جزيئي ما بسموه مركب أيوني جزيئي لما تكون رابطة ساهمية أخيرا في نوع من الروابط اللي هي الرابطة الفلزية أنا مضطر أرجع لك شوي للجدول الدوري حتى نشوف مع بعض الروابط كيف بنا نحددها لما بتربط فلز مع لا فلز الرابطة بتكون أيونية لما بتربط لا فلز مع لا فلز الرابطة ساهمية لما بتربط فلز مع فلز بتكون الرابطة فلزية هاي الثلاث أنواع من الروابط اللي مروا معانا في سنوات سابقة. طيب الرابطة الايونية كيف بتنشأ؟ بتنشأ بين ذرة عنصر بين ميلة الفقد والفلز، وعنصر بميلة الكسب. هذا لما يفقد الالكترانات بصير شحنته موجبة، هذا لما يكسب الالكترانات بصير شحنته سالبة، التجاذب بين الموجب والسالب يعطيني رابطة ايونية. طيب الرابطة الساهمية كيف تنشأ؟ بتنشأ بين لافلز، هذا عنصر بميلة الكسب، ولافلز عنصر بميلة الكسب، طب هذا بميلة الكسب وهذا الكسب شو الحل؟ الحل بالتشارك، يتشارك بزوج ميلكترونات او اكتر، فبتتكون الرابطة التساهمية اما احادية او ثنائية او ثلافية. اما الرابطة الفلزية هاي بتنشأ بين ذرات فلز مع نفسه، يعني زي ما اللي بتمسك قطعة حديد مع بعضها اللي هي الرابطة الفلزية. للتذكير، للتذكير، انا عامل لك هون مثال على الرابطة الايونية، الرابطة اللي بتنشأ بين السوديوم والكلور، هذا المثال موجود عندك في كتاب العشر، السوديوم شباب عدو الذري 11، لو وزعناه، لا هذا مش بالعشر، اتصور بالأول ثانوي هاد، لو كتبنا التوزيع الالكتروني الى باللاحظ انه عدكترونات التكافؤ واحد، لو مثلنا بطريقة لويس تاعت النقاط، السوديوم عنده الكترون واحد في المدار الأخير، الكلور عدكترونات التكافؤ عنده سبعة، وزعناهم بسبع نقاط، هلا السوديوم بميلة فقد الالكترون، في المقابل الكلور بميلة كسب الالكترون، السوديوم فلز، الكلور لا فلز، لما يجي تجاذبه مع بعض، لما يقتربه اثنين مع بعض، بيجي السوديوم بيفقد الالكترونه لصالح الكلور، فهذا بتحول الى غاز نبيل، تركيبه بصير مشابه للغاز النبيل، والكلور لما يكسب الالكترون بصير توزيعه مشابه للغاز النبيل، بصير السوديوم ايون موجب والكلور ايون سالب، بتجاذبه اثنين مع بعض، بيعطيني رابطة اسمها رابطة ايونية، بس لا تنسى شباب، المركبات الايونية أبسط وحدة في بلورة، أصغر جزء بلورة، لا يجوز ان احصل على ناسي المستقل، ما في عنا ناسي مستقل، أبسط وحدة لب المركب الايوني البلورات، هذا بالنسبة للمركبات الايونية، طيب الرابطة الساهمية كيف تنشأ؟ تنشأ بين ذرتين ما بيميلوا لفقد، التنتين بيميلوا للكسب، خيل جشعين التنين، ذرة بتميل الكسب، والتاني بتميل الكسب، شو الحل مش راديين يتنازلوا؟ الحل المشاركة، بتشاركوا بزوج من الالكترونات، بيعطيني رابطة تساهمية اوحادية، أو زوجين من الالكترونات بعطيني تساهمية ثنائية، أو ثلاثة ازواج بعطيني تساهمية ثلاثية، طلع ل AMY parlar لفلور، طريقة لويس، في عندي سبع الالكترونات تكافؤ، هذا بيميل لكسب الالكترون، يعني عنده سبع إلكترونات تكافؤ بمين لكسب إلكترون؟ طب هذا بدي يكسب و هذا بدي يكسب. شو الحل؟ بنجمعهم اثنين مع بعض. بنحكي لهم يا عمي. امسكوا واحد من الإلكترون عندك. إلكترونات تكافؤ. وانت واحد من الإلكترونات تكافؤ. وخليهم مشتركة بين الذرتين. هلأ بتلاحظ معين ذرة الفلور صار عندها في المدار الأخير ثمان إلكترونات صارت مستقرة. ذرة الفلور العشمال عندها ثمان إلكترونات في المدار الأخير. في المدار الأخير صارت مستقرة. تساهمية بس هنا تحديدا أحادية لأنه تشاركوا بزوج من الإلكترونات بس بعد ما يتشاركوا بزوج من الإلكترونات بصير كل ذرة تشد الزوج لعندها هذا الكلام بيخدمني لما أجي أراجعك بمصطلح السالبية الكهربائية أخيرا شباب في عنا نوع من الروابط اسمها الرابطة الفلزية الرابطة الفلزية تنشأ فقط بين الفلزات اللي هي العناصر بتميلة الفقط طيب كيف الرابطة الفلزية بتنشأ؟ لو أجينا أخذنا قطعة من الصوديوم كيف بدأ تخيل قطعة الصوديوم؟ قطعة الصوديوم عبارة عن أنوية الصوديوم مصطفة بجانب بعضها تسبح في سيل من إلكترونات التكافؤ يعني الصوديوم عنده إلكترون واحد في المدار الأخير لو أجيت جبت قطعة صوديوم بتكون ذرات الصوديوم بجانب بعضها مصطفة بجانب بعضها هاي أنويتها الموجبة الإلكتروني الموجود في المدار الأخير بيصير يتنقل بين أنوية ذرات الصوديوم هذا إلكترون 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 فبيشكل لي شغلي بتشبه السحابة الإلكترونية هاي السحابة الإلكترونية كانها بالضبضب بتلملم الفلز على نفسه تعمل رابطة اسمها رابطة فلزية بس الرابطة الفلزية ما بتخدمني كثير في التوجيه هي مجرد هي معلومة عامة خوفة نتيجة تسألني أستاذة إنت حكيت لي عن فلز لا فلز الرابطة أيونية لا فلز مع لا فلز ساساهمية طب فلز مع فلز رابطة فلزية طب هالي الرابطة الفلزية تنشأ بين نوع متشابه من الذرات مش بالضرورة ممكن تنشأ بين نوعين مختلفين من الذرات زي ما بصير عندي في السبائك السبيكة زي مثلا الدهب الدهب الخاتم هذا ما بكون ذهب فقط بكون مخلوط مع إنحاس الدهب فلز وإنحاس فلز الرابطة اللي بتنشأ بناتهم هي رابطة فلزية هيك بكون أنا مراجع لك أنواع الرابط الكيميائي الثلاث فيه نوع خاص من الرابط التساهمي اسمها الرابطة التناسقية رح أراجعك فيها إن شاء الله في الحصة القادمة من حصص التأسيس نراكم على خير إن شاء الله وأتمنى تكونوا استمتعتوا في حصة اليوم وإلى اللقاء